موضوع الصحة ده من المواضيع المهمة جداً ما ينفعش نتهون فيها والحدوتة بتاعة فيتامين دي والكالسيوم والعظام والحاجات دي بقى فيه كلام كتير قوي عليها فعايزين يعني نعرف مع بعض هو الموضوع ده بجد وإحنا محتاجين معلومات علشان نحافظ على نفسنا ولا طلع موضة ولا إيه الحدوتة تعالوا نشوف الناس قالولنا إيه ونرجع نتكلم هو إحنا عارفين أن فيتامين دي أصلاً لما بيقل في الجسم مثلاً بيبقى ليه أثار سلبية منها أنه مثلاً بيبقى فيه اكتئاب بيبقى فيه عظم البنيادم بيبقى أو الإنسان بيبقى واجعوا أكتر حاجة فلا أنا شايفة أنه فعلاً فيه أعراض سلبية بتحصل بسبب نقص فيتامين دي والله غالباً ممكن يبقى موضة طبية لأن أنا شخصياً أنا يعني ما بشتكيش من نقص فيتامين دي وحتى لما بروح لدكتور مثلاً دكتور موثوق فيه أنا عارفه ما بيقول ليش حاجة زي كده لا هي مش موضة طبية هو حقيقة لأن الطفل عامةً محتاج أن هو يلعب ويتعرض للشمس كتير ولازم أن نهتمي فيه في المراحل الأولية من عمره تمام لأنه دوته بأساس للطفل لا مش موضة ما ظنش فيه ده يعني أو ما ظنش كتير هي تجربة الموارض يعني فيه بس مش الأغلب الأغلب أحسن الأغلب كويس الكلام عن فيتامين دي الحقيقي أه طبعاً لأن الناس ما بتتعرضش للشمس زي الأول فده بيأثر طبعاً صحة الأطفال وخصوصاً الأطفال يعني لا حقيقي طبعاً لأن نقص فيتامين دي بيتسبب مشاكل في الأعزام في تساقط الشعر وفي كثير من المشاكل للأطفال والكبار أيضاً ده بش موضة طبية استحالة الدكتورة يكتب حاجة يعني بيقول عكس عليها يعني هو الكلام ده فعلاً حقيقي لأن إحنا فعلاً على أرض الواقع يعني في ناس كتير قوي عندها نقص فيتامين دي ولا ناس ماتوا كمان نقصوا أو زيادتوا يعني بيعمل مشاكل أنا شايفة أن أهم مصدر فيتامين دي لأن الناس تبقى مهتمة شوية أن هي تبقى بتتشمس أو تقعد فترة أطول في الشمس بس لازم أن الأطفال يتعرضوا للشمس الفترة الصباحية بالزاد لأن الشمس بتقاوي تدوم فيتامين جامد موضوع فيتامين دي وكمان كويس للعظم بالنسبة لهم يعني مثلاً زي المنتجات الألبان والبيض والتونة والسلمون والخضار برضو يعني كل الأكل الهلسي الشمس أكيد يعني الشمس الشمس طبعاً هو رقم واحد الشمس وفيه أطعامها بعض الأطعام والخضروات طبعاً غنية بالبتمين عشاء الشمس البوكوليات الشمس طبعاً ودلوقتي كمان بدأوا يدوا للأطفال من أول ما يتولدوا يركزوا قوي على فيتامين دي في النقط وأدوية كتير قوية تعدى الشمس أهم مصدر لفيتامين دي قضية الصحة تحتاج بالدرجة الأولى التركيز في الرعاية والاهتمام ترجمة نانسي قنقر